نعم بالطبع كما ذكرت سعادة سفير لابد من إذالة كافة الحدود بين الدول الإفريقية لتعزيز بيئة التعاون بالطبع دكتور ميطولي إكوموبي أود أن أسألك بشأن زيارتك للعاصمة الإدارية الجديدة نعلم أن في زنباوي يجرى بناء عاصمة إدارية جديدة كذلك كيف ترى التعاون وكيف ترى ما يمكن أن تقدمه مصر دعما لزنبابوي في هذا المجال شكرا جزيلا على هذا السؤال نعم زنبابوي تبني مدينة جديدة بجانب العاصمة ندعها العاصمة الجديدة وهذا أحد المميزات من زيارتنا إلى القاهرة أن رأينا الخطط والرؤى الرائعة لقد تحدثنا إلى رؤساء الشركات ورأينا كيف يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع وكيف يمكن توفير الموارد الحكومية لدعم هذه المساعي لبناء البناء التحتية وأنظمة الصرف والمياه والكهرباء وكيف يمكن دعم أنشطة التنمية هذه إحدى المجالات التي نرغب في التعاون مع مصر من خلالها وهناك قوة هائلة بنائية وأعتقد أن كما قال الرئيس السيسي أنها سوف تصبح مدينة صالحة للحياة الصحية كما رأينا الكثير من الإنشاءات في عدد من المدن لقد رأينا الحي الحكومي الجديد الذي يتضمن البرلمان المصري ورأينا المراكز الهائلة في العاصمة الجديدة لقد استفدنا كثيرا من زيارتنا نرغب حقا في التعاون ونتعلم الكثير من العاصمة الإدارية الجديدة ونتبادل القدرات ونتعلم الدروس المستفادة بين شركاتنا في زمبابوي ومصر لتنظيم كافة أعمال التعاون ودعم كافة أنشطة التنمية يمكن توقيع مذكرات تفاهم في القريب العاجل من سوء تقبل سعيد من المعاملين بين من المعاملين المشركات ومتنقون نجدة المترجمات الآن